مرحبا أعزائي في الصف الثاني الثانوي في دراستنا لفصل الوعي واللواعي سابقا عرفنا بأن علم النفس التقليدي لم يتناول مفهوم اللواعي النفسي لا من قريب ولا من بعيد فكان اللواعي بالنسبة إليهم هو جسدي فقط إلا أن الثورة التي حدثت في العلوم الإنسانية عامة وفي علم النفس خاصة كان الطبيب النمساوي فرويد رائدها الذي اعتبر أن اللواعي هو المجال الممتد وراء الوعي وهو المسافة الفاصلة بين الشرح السطحي لميولنا وأفعالنا وبين معانيها الحقيقية إنه العالم الواسع والعميق للحياة النفسية وقد رأينا أيضا أن فرويد بناء على نظريته التي تقول بوجود اللواعي النفسي ابتكر طرق علاج اعتمد عليها لمعالجة الأمراض النفسية مثل التنويم المغناطيسي الذي استبدله فيما بعد بطريقة أخرى وهي التحليل النفسي عن طريق التداعيات الكلامية الحرة والهدف من هتين الطريقتين كانت تحويل اللواعي إلى وعي فعندما يحصل هذا التحويل يتم الشفاء برأي فرويد ولدعم هذه النظرية اعتمد فرويد على حجج وأدلة تثبت وجود اللواعي مثل الأفعال الناقصة وزلات اللسان وظرف الكلام والنسيان والأحلام الليلية كل هذه الأدلة وهذه الأفعال بشكل عام تعرفنا عليها وتوسعنا فيها فيما مضى أما اليوم فسوف نتناول موضوع الجهاز النفسي الذي تحدث عنه فرويد والذي لم يسبق لأي عالم نفس من قبل أن تحدث عن شيء كهذا أو أن توسع في دراسة الحياة النفسية بهذا الشكل ولكن قبل أن نخوض في موضوع الجهاز النفسي أود أن ألف تنظركم إلى أن الأفكار والجمل التي سوف ترونها على الشاشة هي الأفكار الأساسية وملخصات الدرس التي اعتدنا على كتابتها على اللوح ومن بعدها على دفاتركم لتساعدكم على الدرس بات معلوما عند جميعكم أن فرويد مؤسس علم النفس الحديث ومكتشف اللواعي النفسي لم يكن فيلسوفا فقط بل كان طبيب أعصاب لهذا سوف نرى بأن كل منهجه وكل أرائه وتحليلاته أتت متأثرة وشبيهة بالطريقة والمنهجية التي يعتمدها الطب لهذا نستطيع أن نفهم لماذا استعمل فرويد هنا كلمة جهاز الجهاز النفسي فكلمة جهاز كلكم تعرفون أنها مستعملة في الطب فالطب يحدثنا عن عدة أجهزة في جسم الإنسان كالجهاز العصبي والجهاز الهضمي وجهاز المناعة لهذا أراد فرويد أن يكون علم النفس له طابع علم مشابه للطب تماما من هنا افترض فرويد أن في عمق الحياة النفسية هناك جهاز سماه بالجهاز النفسي فما هو الجهاز النفسي؟ يقول فرويد أن هناك الكثير من الصراعات التي تتم في عمق حياتنا النفسية لهذا افترض وجود قوى متصارعة تصورها كما لو كانت مناطق للآلية النفسية لذلك شبه الذات الإنسانية ببناء مكون من ثلاث طوابق سوف نبدأ أولا بالحديث عن الطبقة السفلية في الطبقة السفلية والتي يسميها فرويد الهوى هناك الغرائز وأهمها بنظره الغريزة الجنسية التي سوف نأتي على التوسع في الحديث عنها في مبحث آخر إلا أنه يمكننا اعتبار الميول والرغبات والدوافع من ضمن هذه الطبقة أي الطبقة السفلية رغم أن فرويد حدد الغريزة الجنسية بالتحديد عندما تحدث عن هذه الطبقة أما تسمية الهوى فلكي نفهم هذا المعنى يمكننا اعتبار الهوى كيان آخر مختلف عني عن عقلي ووعي وإرادتي هذا المعنى الذي وضحه فرويد في تعريفه للوعي فالغرائز الجنسية بالتحديد والميول بشكل عام غالبا ما تشكل قوة ضاغطة تدفع بالإنسان إلى إشباعها رغم رفض العقل أو الوعي لها من هنا يجدر الذكر بأن هناك بعض المراجع التي تقول بأن معنى كلمة هو هو العقل اللاواعي وليس فقط الغرائز الجنسية أما الطبقة العلوية فسوف ننتقل للحديث عنها الآن قبل أن نتحدث عن الطبقة الوسطى نظرا للعلاقة المباشرة بين الطبقة السفلية أي الهوى والطبقة العلوية فما هي الطبقة العلوية؟ الطبقة العلوية والتي يسميها فرويد بالآن الأعلى هي التقاليد الاجتماعية أو الرقابة الأخلاقية التي تظهر بشكل قوانين ووصايا وواجبات وممنوعات إذن في الجهاز النفسي هناك صراع دائم الطبقة السفلية أي الهوى أي الغرائز يطلبون بإلحاح الإشباع ولكن الأن الأعلى تقف في وجه هذه الغرائز لتمنعها فالمجتمع والدين والعداد والتقاليد والقوانين وغيرها تمنع الغرائز دائما بشكل ضاغط وتكبتها وهذا الكابت هو خلاصة المعركة هنا لأن الكابت دائما ما يعذب الإنسان ويولد عنده مشاكل نفسية وعقد نفسية وأحيانا قد يولد أمراضا نفسية حتى لهذا فالذي يحل هذه المشكلة وهذا الصراع بين الهوى والأنا الأعلى أي بين الطبقة السفلية والطبقة العلوية هو الطبقة الوسطى أي الأنا فهذه الطبقة هي الجزء الواعي من الشخصية والتي من واجبها الحفاظ على التوازن بين الأنا الأعلى والهوى فالمصالحة بين هتين الطبقتين تحصل بواسطة الواعي خلاصة نقول بأن الهوى يرغب بالإشباع على مستوى الأنا ولكن الأنا الأعلى إما أن تسمح به ضمن شروط صارمة أو أن تمنع منعا باتا الهوى فتقمعه وتكبته في اللاوعي وهذا الكبت يحدث العقدة النفسية أو ما يسمى أحيانا بمرض العصاب ولكن الهوى يعود وينتقم من الأنا الأعلى في الأحلام الليلية والزلات والأفعال الناقصة والنسيان وغيرها من الحالات التي سبق وتكلمنا عنها في مبحث الدلائل والبرهين التي تثبت وجود اللاوعي ولكن الإشباع عن طريق كل هذه الحالات غير كاف للشفاء من العقد النفسية لذلك فإن الهدف الرئيسي للتحليل النفسي هو تحرير المريض من أسر الماضي اللاوعي ورده إلى مجال الوعي فيمتلك الإنسان بالتالي هذا الماضي كموضوع معرفة واعية وموضوعية ويعترف به هنا لابد من التذكير بأن الطريقة التي يعتمدها التحليل النفسي في علاج المرضى سبق وتكلمنا عنها في السابق لهذا يبقى لنا النغوصة في موضوع الغريزة الجنسية كما يراها فرويد في درس آخر وفيديو جديد وإلى اللقاء